السلام عليكم هذه الأيام الأخيرة أوروبا وأمريكا الغرب بصفة عامة تتعني موحة الظاهرة للجفاف لماذا بالضبط هذه السنة جاء لهذه السنوات الماضية؟ الكثير في كوبا يقول بأن السبب هو احتباس الحرارة والتلاوض السبب هو أن هذه الدول اعترفت بما يسمى المثلية مكدمها وهما السبب الأول والآخر لها الانتقام الرباني التي تعاني منه الآن هذه الدول الأيام القادمة تكون أسوأ أسوأ بزاف 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 الأيام القادمة لها الدول لم تترجع والكنيسة لها لم تترجع وخدمات العقل وخدمات ما هو الحكمة ستشتت أوروبا وتشتت أوروبا كي يعني نهاية واحد الحقبة للإستبداد واحد الحقبة للفساد وظهور حقبة أخرى والله العالم ليس ستكون أكفس أسوأ أو ستكون حقبة للخير وحقبة للرجوع الحق ونصر المظلوم على الظالم نتمنى أن نرى الأيام القادمة لكن قضية الشواد للآن الغذات هذه الدول الغرب والمثلية وبغي أن يعمبوها ويرتوها شيء عادي هذا انتقام رباني منها هذا انتقام رباني وهم عارفين بأنها انتقام رباني لأنهم فاتوا لحد أعطوهم الذي هو غير طبيعي أنه سيكون أحد الأمر طبيعي خلوا أن المرأة تزوج والمرأة تزوج والراجل تزوج وعطوهم الحق أنهم يربيوا ودراري ويطلعهم على الميت لياه وأكثر من ذلك حتى الأب والأم إذا كان يحاول أن يدخل وراجل أو ابنت المرأة وأن يدخل في المسار فهذا الأب والأم يتعاقبه يتعاقبه نعم يتعاقبه وهذا ما ينتبه في كندا وفي دول سكوندنافيا لأن هذه الدول يحضر الناس وولادهم ويطلعهم وربيهم يعني الابن غيرا يدخل في المرأة الجن سيريال ويأخذون له وحاليا الدول العربية الحمد لله يعني فيها الشوء لكن بقى لا تزوجها الحرية ما هذا؟ تركيا 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 هي الدولة الوحية وعطي لهم حقوقهم بطريقة ليس كبيرة وليس مهم وهذا الميراة تلقى أردوغان على النظام السابق ونتمنى أن أردوغان يلقى الحل وجميع الدول العربية لا تتساقش في هذا الأمر والله نجينا ونجيوا لادكم ونتمنى الخير فيما هو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر